اسم الدرس الأسد والثعلب والوعل رقد أسد في عرينه مريضاً غير قادر على أن يحصل لنفسه على طعم فقال لصديقه الثعلب الذي أتى يعوده يا صديقي أريدك أن تذهب إلى تلك الغابة وتستدرج الوعل الجسيم الذي يعيش هناك ليأتي عريني فإني راغب في أن يكون عشائي من قلب الوعل ومخه ومضى الثعلب إلى الغابة ووجد الوعل وقال له إن ملك الغابة مشرف على الموت وقد نصبق على الحيوانات خليفة له أرجو أن لا تنسى أنني أول من حمل إليك النبأ السعيد والآن لا بد أن أعود إليه وأن انتصحت بنصيحتي أتيت معي لتكون إلى جواره في لحظاته الأخيرة انتشى الوعل أعظم انتشاء وتبع الثعلب إلى عرين الأسد ولكن وثبته لم تكن موفقة وفر الوعل بأذنيه ممزقتين وقفل راجعا إلى مأواه إن غم الثعلب كثيرا وأحس الأسد بخيبة أمل واشتد به الجوع وطلب إلى الثعلب أن يحاول استدراج الوعل مرة أخرى إلى العرين وأسرع إلى الغابة ثانية حيث ألف الوعل يستريح ويريد أن يفيق من فزعه ولم يكد يشاهد الثعلب حتى صاحبه أيها الماكر ما تعني باستدراجي إلى حتفي إليك عني وإلا أرديتك بقرني قطيلا ولكن الثعلب قال بلا حياء يا لك من جبان بالتأكيد ما ظمنت الأسد أراد بك ذرا ما بالك أنه أراد أن يسر إليك في أذنك ببعض الأسرار إذ فررت كأن بالمذعور ولست أدري هل يجعل من الزئب مالكا بدلا منك ما لم تعد من ثورك لتبين له أنك جدير بالثقة وأعدك أن لا تلقى منه الأذى وسأكون خادمك المخلص كان الوعل على قدر من الغباء وعاد إلى العرين وفي هذه المرة لم يخطئ الأسد ومن فوره أولم بلحمه وليمة وفي تلك الأثناء وقف الثعلب يتحين الفرصة وإذ غفل الأسد اقتنس الثعلب المخ يكافئ به نفسه لما بذل وسرعان ما بحث الأسد عن المخ بلا جدوى فقال له الثعلب وهو يراقبه أعتقد أنه لا طائل من بحثك عن المخ فإن من يأتي إلى عرين الأسد مرتين لا مخ له أكتشف أولا أقرأ النص وتأمل الصورة وأسجل ما يوحيان به من أفكار الإجابة الأفكار التي يمكن أن نستوحيها من عنوان النص والصورة هو أن الثعلب الماكر يحاول استدراج الوعل إلى عرين الأسد وذلك بطلب من الأسد ثانيا أقرأ النص وأقارن الحكاية بما سجلت الإجابة ما سجلته من فكرة عامة كان مطابقا لما جاء في النص ثالثا أشرح ألف أعوذ العبارة المسطرة بما يفيد المعنى نفسه أريدك أن تذهب إلى تلك الغابة وتستدرج الوعل الجسيم أسرع الثعلب إلى الغابة الثانية حيث ألف الوعل يستريح ما تعني باستدراجي إلى حتفي باستدراجي إلى هلاكي إلى موتي با أبحث في المعجم عن معنى استدرجة بالرجوع إلى دال راء جيم الإجابة استدرجة هي استدرج استدراجا فهو مستدرج والمفعول مستدرج نقول استدرج فلانا إلى كذا خدعه حتى أطاعه حمله على أن يفعل ما يريد بالإغراء أو الحيلة أعمق فهمي رابعا استخرج من النص عبارات استعملها الثعلب لإقناع الوعل بالذهاب إلى عرين الأساد الإجابة إن ملك الغابة مشرف على الموت لقد نصبك على الحيوانات خليفة له إن انتصحت بنصيحتي أتيت معي لتكون إلى جواره في لحظاته الأخيرة يا لك من جبان بالتأكيد ما ضمنت الأسد أراد بك ذرا ما بالك أنه أراد أن يسر إليك في أذنك ببعض الأسرار فررتك أرنب مذعور لست أدري هل يجعل من الذئب ملكا بدلا منك بيّن له أنك جدير بالثقة أعدك أن لا تلقى منه الأذى سأكون خادمك المخلص خامسا غضب الأسد أشد الغضب أقرأ المقطع الذي يدل على ذلك قراءة منغمة الإجابة انتشى الوعل أعظم انتشاء وتبع الثعلب إلى عرين الأسد ولكن وثبته لم تكن موفقة وفر الوعل بأذنيه ممزقتين وقفل راجعا إلى مأواه انغم الثعلب كثيرا وأحس الأسد بخيبة أمل واشتد به الجوع وطلب إلى الثعلب أن يحاول استدراج الوعل مرة أخرى إلى العرين سادسا لم تكن وثبة الأسد موفقة في المرة الأولى ما سبب ذلك حسب رأيك؟ الإجابة عدم نجاح الأسد في وثبته قد يكون بسبب انتباه الوعل وتفطنه إلى ما نوى عليه الأسد أحلل سابعا أقرأ بداية الحكاية وأحدد مشروع الأسد الإجابة مشروع الأسد تمثل في أن يجعل قلب الوعل الجسيم ومخه عشاء له ثامنا أقرأ نهاية الحكاية وأجيب هل نال الأسد كل ما يريد؟ أدعم إجابتي بقرينة من النص الإجابة نعم تمكن الأسد من نيل ما يريد القرينة الدالة على ذلك؟ كان الوعل على قدر من الغباء وعاد إلى العرين وفي هذه المرة لم يخطئ الأسد ومن فوره أولم بلحمه وليمة تاسعا لعب الثعلب دورين متناقضين في هذه الحكاية أبينهما الإجابة كان الثعلب وفيا للأسد مخادعا للوعل أبدي رأيي عاشرا أقرأ النص السابق الأسد والأرناب وأقارن بين سلوك الثعلب وسلوك الأرناب نحو حيوانات الغابة الإجابة الثعلب أطاح بالوعل من أجل مصلحة الأسد الأرنب عرقلة الأسد من أجل مساعدة حيوانات الغابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر